بانتهائها من المرحلة الثانوية وحصولها على المرتبة الثانية في الجمهورية تعتقد شذا أن معاناتها ستنتهي ولم تكن تعلم أنها بدأت مرحلة أخرى الطالبة شذا التي تقف اليوم مع زملائها من أوائل الثانوية العامة من الخريجين لتنفيذ وقفة احتجاجية مطالبين بإنفاذ وعود الابتعاد ملفاتنا في أدراج المزارة منذ تسعة أشهر ولا يوجد هناك أي جديد بالرغم من أن هناك قرارات من معالي رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإصدار قرارات الإيفاد وتذاكر السفر إلى حد الآن لا نعلم ما سبب هذه المماطلة والتخاذل فهذه ليست المرة الأولى التي يزورون فيها مبنى وزارة التعليم العالي في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة باستحقاقات امتيازهم العلمي لجهود سنوات من التحصيل ما يترده شتناء هو تحجج الوزارة بعدم وجود ميزانية تكفير الابتعاد من رغم من أن ميزانية الابتعاد طبقا لموازنة هذا العام والمأخوذة من العام 2014 مقدرة بـ 12 مليار ريال يمني والتي بتعث على ضوئها والتي بتعث على ضوئها مئات الطلاب في الأعوام الماضية كردة فعل على توقف تنفيذ قرار الحكومة باستكمال اعتماد أوراق الابتعاد يتجمعون هنا في وقفة تتكرر منذ أسابيع قادمين من مختلف محافظات الجمهورية خصوصا وهم على أعتاب سنة أخرى دون البت في الإجراءات اللازمة بشأنهم في هذا المكان وتحديدا أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط مدينة عدن يراوح هؤلاء الطلبة منذ أيام منتظرين من المسؤولين الرد على أسئلتهم فكلما تلقوه كما يقولون مجرد وعود لمعرفة ما الذي يجري في قضيتهم ولماذا تأخر إنجاز الابتعاد حاولنا أن نلتقي مع المعنيين داخل الوزارة لوضحوا لنا أسباب تعثر الإجراءات ولم نتمكن من ذلك في يوم من الأيام عندما عدت الوزير وأردنا مقابلته منعنا من الصعود الطلبة المتقدمون لابتعاد حصلوا على علامات مرتفعة ومن حقهم كما يقولون الحصول على ما يرونه استحقاقا كأبسط تقدير لجهودهم وهنا تبدو قرارات الإفاد بحسب الوزارة قائمة إذن وفي انتظار استكمالها لكن يبقى السؤال الأهم هل سينتظرون سنة أخرى تضاف إلى معاناتهم أم أنه سيتم معتمادها سريعا حني الجمال قناة بالقيس عدن اشتركوا في القناة